قالت وزارة الداخلية المصرية أنها أوقفت شخصا في محيط السفارة الأمريكية أثناء محاولته القيامة بعمل عدائي كما صرحت الخارجية المصرية في بيان لها أنه لم يتم تسجيل أي إصابات في الانفجار من جانبها ذكرت السفارة الأمريكية في تغريدة لها أن العمل في السفارة عاد إلى طبيعته وذلك بعد انتهاء الشرطة من التحقيقات في موقع الحادث